بعد فشلها في غدام استعقد جولة جديدة من الحوار لإنهاء الأزمة الليبية في جنب برعاية الأمم المتحدة ممثلة في شخص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بيرناردينو ليون حسب مصادرنا تم الاتفاق على 16 شخصية للمشاركة في الحوار أربعة يمثلون مجلس النواب المعترف به دوليا ومقره طبرق وممثلين اثنين للنواب المقاطعين للجلسات كما يحضر شخصيتان من المؤتمر الوطني السابق ومقره طرابلس مع استبعاد الجماعات المسلحة مثل أنصار الشريعة يحضر الحوار أيضا تماني شخصيات توافقية من المجتمع المدني قابلة للزيادة يتمثل الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة ووطنية تتمتع بدعم واسع النطاق وتهيئة بيئة مستقرة للعملية الدستورية تمكن من إقرار دستور دائم وجديد كما ستسعى المناقشات إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بغية إنهاء أعمال القتال المسلحة التي تعصف بأنحاء مختلفة من البلاد وقد اقترح ممثل الأمين العام للعمم المتحدة في ليبيا على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بغية إيجاد بيئة مواتية للحوار لكن تجميد العمليات يبقى الأصعب مع انتشار المجموعات المسلحة التي يرفض أغلبها التخلي عن الأراضي التي يسيطرون عليها فمجموعات فجر ليبيا تسيطر على العاصمة طرابلس ومصراتا وأجزاء من سرد بالإضافة إلى غريان ورأس جدير أما الشرق الليبي فيخضع في أغلبه للحكومة المنتخبة والمعترف بها دوليا حيث استطاعت قواته الجيش الوطني السيطرة على معظم مناطق بنغازي والبيضاء وكذلك إجدابيا ورأس لنوف وكذلك السدرة وفي الغرب نجد أن الجيش الليبي يسيطر على بني وليد وكذلك الزنتان ونلوت وبين هذا الطرف وذاك ثم تحضور قوي للجماعات المتشددة المستثنات من الحوار أصلا في كل من درنا التي تعد معقل تنظيم داعش في الشرق وصبراتا التي تعتبر معقل تنظيم أنصار الشريعة في الغرب الليبي الدعوة للحوار قوبلت بتحفظات من جانب المؤتمر الوطني السابق ومقره طرابلس أبرزها فيما يتعلق بألية الحوار وبنوده والاتفاق على قائمة الأسماء المشاركة فيه والتحفظ أصلا على اختيار جونيف مكانا للحوار يتي هذا بينما وصل فعلا وفد من مجلس النواب الليبي إلى جونيف للمشاركة في حوار الأمم المتحدة وبين حضور هذا الوفد وتحفظ ذاك يبقى نجاح الحوار في جونيف مرهون بمدى عزيمة الليبيين في تسوية سياسية تقل بلاد من ويلات الحرب المدمرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة